بسم الله دكتورة هيبة وحيد هتقول لنا الاندوميتريا الكارسينوم اتفضليها هو الاندوميتريا الكارسينوم اللي هو ألفين وتسعة اللي هو قبله فإحنا بنبدأ الفرق ما بينهم إن هو بيقول إن هي لست قبل ديت في ألفين وتسعة الجديد في ألفين تهاتة وعشرين إن إحنا بنضيف الحاجتين بتاعت الاندوميتريا الكانسر وبنضيف الموليكولر بتاعتها وهما الاتنين مع مع بنتلع منهم بيبقى أحسن للاندوميتريا الكانسر إحنا يعني هي مقدمة كده إن إحنا الاندوميتريا الكانسر ده خامس كانسر كومن في الويمين وبعدين العلاج الأساسي بتاعه بيبقى سيرجيكا بس طبعا بيتوقف على كذا حاجة هنقولهم بعد كده اللي هو وطبعا في حتة معينة أنا قارتها من بره يعني إنه هو في الفيميلز اللي هما بتقع الـ بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نركز معاهم علشان ممكن نعمل ما نعملش هستيروكتوميا أو ما نوصلش للمرحلة دي وممكن نشيل الكنسر نفسه عشان نحافظ على اليوترس يعني طبعا الفاكتورز أهم حاجات اللي هي الأوبازيتي والهايبر إنسلين والإستروجين اللي هو الإستروجين من أهم الحاجات اللي هما الإيرلي مينارك وإيرلي من أبوز بيبدأوا من أبوز بدري والستات اللي هما يعني أو يعني ما خلفهوش كتير يعني بعد كده المصط اللي هو المشهور قوي فيه أو الكومن قوي اللي هو ده بيبقى معظم الهيستولوجي بتاع الاندومترا الكانسر آآ ونوعا ما هو بيدي جود بروجنوزيز الأنواع اللي بعد كده هنشوفها بعد كده آآ يدي الهيستولوجيكال تيومر آآ طايبس الاندومترويد كارسينومة آآ فيه اتنين جريد آآ الاتنين دول نون اجريسيب آآ وفيه هاي جريد آآ واحدة فيهم هاي جريد في الاندومترويد كارسينومة آآ بعد كده السيروس وكارسينومة والكريل سيل والميكسيد والاندفرانشياتيب والكارسينوساركومة وآآ واثر تايبس وآ جاسترو انتستاين الميوسينس تايب كارسينومة آآ دول الهيستولوجي اللي هو بعد كده هندخله في الستيجين آآ بعد كده فيه حاجة مهمة في الستيجينج ده آآ اسمها والنقطة المهمة آآ ان احنا لو فيه اقل من خمسين في المية آآ فده بيعتبر آآ للمايومتريوم آآ لكن لو هو بتاع المايومتريوم اكتر من خمسين في المية فاحنا كده بنعتبر وصلنا للنفوفاسترال لانه هو عامل اساسي في ده. آآ دي اللي هو هيدخل برضو في الستيجينج آآ بيتحكم في البروجنوزيز آآ فيه انواع منه آآ لو هو طلع آآ ده النوع ده آآ بيبقى مثلا في آآ او ما بيغيرش الستيجينج بتاعنا او آآ بور بروجنوزيز. آآ دي 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 صورة بتشرح المايمتري الانفاجن معرفيش. المايمتري الانفاجن آآ آآ بنقس بالمر آآ الصورة دي تي وان وتي تو. آآ بنقس الدبس بتاع المايمتري الانفاجن. احنا عملنا خط الخط اللي بالطول آآ آآ عند البراليل للانر الانر مايومتريم. آآ بعد كده بنقيس المايومتريم كله وبنقيس الدبس بتاع الكنسر نفسه. آآ وبنحسب النسبة اللي ما بينهم علشان نطلع الدبس نسبة الدبس بتاع المايومترا الانفيجن. آآ دي نقطة برضو مهمة في الستيجينج بعد كده هتيجي اللي هو آآ بالمور آآ اللي هي الهاي سيجنل آآ هنا فيه في التيتو آآ آآ باكستينشل سيجنل آآ في ان هي آآ في في السيرفيكس اكستينشل السيرفيكس آآ دي برضو هتيجي بعد كده آآ انا انا قلت احطوهم علشان نعرف بعد كده الستيجينج يبقى واضح. الاكسترا تراين آآ اكستينشن آآ آآ وركة الاكستينشن. آآ دي صورة بالامور آآ برضو ان احنا بنشوف يعني الصورة آآ واصلة ان احنا كده حصل انه انفيجن للسيجمويد آآ كولر آآ التيومر طلع ببرة وحصل انفيجن. آآ دي النقطة بتاعة اللينفنود آآ ميتاستازيس آآ ودي بنحددها بحاكتين ده دور السيتي اللي هو في الستيجينج آآ ان احنا آآ ده الدور الاساسي في الستيتي آآ انه هو بنشوف في حاجة في حاجة اسمها ريجونال لينفنودز وفي حاجة اسمها ديستانت ميتاستاز آآ فعندنا الانفيرول والابيجاستريك والاكتوريتور والاكرة آآ وطبعا في رول تاني والهيماتاجينس آآ برضو اللي هو بتاع البريتونيوم اللي هي طبعا اللي كلنا بنشوفها آآ دي برضو بنشوفها بالسيتي آآ والاسايتس يعني هو بيقول الحاجات دي هنشوفها بالسيتي آآ دي صورة للأمينتال كيكس آآ اللي هي اللي بنشوفها على طول آآ ده بتاع الفين وتسعة آآ يعني انا يعني اقعدت اج اقول ايه الفرق ما بين الاتنين اللي هو عايز يوصله آآ ان هو في الفين وتسعة آآ كان هو آآ حاجة علمية قوي آآ كان آآ استيج واحد آآ آآ ايه آآ مفيش آآ او آآ اقل من نص آآ واستيج واحد بي آآ ده اللي فيه انفيجن او اكتر من آآ يعني هو بيبقى اكتر من نص بعد كده استيج اتنين كانت آآ آآ لكن ما طلعناش بره اليوترس آآ بعد كده تلاتة آآ في آآ لوكال سبريد للتيومر آآ بعد كده اربعة بيبقى فيه انفيجن للبلودر والباول ميكوزا او ديستان متاستيز فهو ده بس بتاع الفين وتسعة آآ ده الجديد بتاع آآ الفين تلاتة وعشرين آآ وطبعا ايه آآ هو احنا محددين الهيستولوجيكال تيومر طايل مع آآ بتاع كل حاجة يعني كل حاجة وحفظه صعب يعني بس آآ آآ فيه هو محدد التيومر هو نون اجريسيف طبعا على حسب الهيستولوجي وآآ نون اجريسيف ولا اجريسيف آآ على على حسب كل كل ستيج يعني وكل ستيج فيها تلاتة ايه وبي وثيه آآ بعد كده الديفرينشيل آآ دياجنوزيس آآ بتاع الانديولمتر الكانسر وده بنشوفه في الديلي براكتس آآ طيب احنا لما نيجي نشخص آآ اكيد الفيرست ستيب هتبقى الالترا ساوند بعد كده بنعمل ستي علشان الميتاستيز آآ بنعمل ام ورقاي لو طبعا احنا هنشوف نتأكد يعني وبعد كده الستي عشان الميتاستيز آآ فبيبقى الديفرينشيل والانديومترية البوليب آآ والصاب ميكوزل آآ يوتراين لايوميوم آآ دي الرول بتاع آآ الامر آآ آآ الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده برضو اللي هو ايه آآ هنحدد على اساسه الانديومترية الكنسر ده بعد كده هنشرحه آآ والانفاجين بتاع بتاع الكنسر نفسه ده النورمال خالص الامر آآ آآ اليوتراين آآ من من آآ آآ بيبقى فيه الانديومترية من الهاي سيجنال بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده آآ دي حالة آآ آآ انديومترية كارسينومة آآ بس ما فيهاش آآ مايومترية الانفاجين آآ فاحنا شايفين الآآ التيومر آآ هيتروجينوس ومش آآ مش داخل مش عامل في في المايومترية آآ فهنشوف ال 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 بنقرنه بالمايومتريا. اه اه بعد كده التي وان ويس كونتراست. اه بعد كده بنشرح دوره انه هو اه بيدي هاي سيجنال اه يعني بيدي بس بيبقى اوضح كمان متى ساعات. اه العيان ده كان فيه. العيان دي قصدي كان فيها. اه دي اه اه كانت ستيج وان اي تو. اه اه هي برضو اه ومكتوب وكاتب هو اه لكن فيها اه اقل من خمسين للميومتريا. اقل من خمسين في المية. وده ماشي مع اه بعد كده العيانة دي اه عندها طيب برضو اه بس الفرق ان هو عندها ل اكتر من خمسين في المية من الميومتريا. اه فدخلنا في بتاع الفين تلاتة وعشرين. اه بعد كده الحالة دي اه اه شرح فيها اه ازاي اه هنشوف الاندومتريايت برضو اندومتريايت ادلو كارسينوما. اه الاي اه كانت اه الواخد بعد كده البي اه بيبقى اه فات ساتيوريتد. اه بعد كده السي اه الديفيوجن والديفيوجن والديفيوجن اه بعد كده اه اه اللي تحت اه بعد كده اه في ميتاستازيس اه تحت اه باين هنا في الا اه برا اورتك وباني وباني هنا في في السيرفيكس. دي دي صورة بتوضح الفايدة الديفيوجن. اه ان ساعات بيبقى في في التيتو بيبقى ايزو. فمش فمش بنعرف نشوفه. اه فالديفيوجن بيهلب ان احنا اه ما بين التيومر وما بين الميومتريا. اه ده دور ان هو بنقول ان هو اه بنشوف اه في الاندومتريا الكافيتي. اه 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 بعد كده بنشوف الميتاستاز. اه ده السنار اه بنشوف اه فيه فيه نقطة في السنار مهمة ان احنا اه لما تيجي العيانة اه في فيه حاجة في فيه فيه في الاول فرست ستيب هنلاقي اه في الاندومتريا اه اه لو هي اه في بوسط ميلو بوزل واكتر من خمسة ميلي. اه بس في سيمتمز يعني هي عندها فاحنا هنه 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 هنعتبر ان هي ايه اه يعني عندها مشكلة وكده. اه وطبعا لازم نفرقها من الاندومتريا. اه في الاندومتريا هايبربيزيا ما نقدرش نفرقها من الاندومترالكارسينوم. بس هو انه هو انه هو بيعتبر انه هو خطوة مهمة الفين تلاتة وعشرين ان احنا دخلنا مع الامر اي والمولوكولور فيتشورز مع بعض علشان بيست بروجنوزيس للاندومترالكانسر وعلشان نحدد بعد كده التريتمنت بتاع الاندومترالكارسينومة يعني كويس بس تمام تمام يا حبي سلم ايديك سلم ايديك يا شبرا جزيك هنخرج من اللينك وندخل عليه وندخل على نفس اللينك تاني يا شباب وعشان نسمع بالتردوع ان شاء الله